السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفيت إلى رحمة الله تعالى الدكتورة عبل الكحلاوي يوم الأحد عن عمر يناهز 72 عاما ووصل رسمان الداعية الإسلامية الدكتورة عبل الكحلاوي إلى مسجدها بالهضبة الوسطى بالمقتم تنهيدا لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر والتي وافتها المنية يوم الأحد عن عمر يناهز 72 عاما وسيطرت حالة من البكاء على أشقائها وأحفادها وأقاربها ومحبيها وسط حالة من الانهيار سيطرت على الكثيرين لوداع الدكتورة عبل الكحلاوي ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الدكتورة عبل الكحلاوي مرتين مرة في مسجدها في المقتم ومرة في مسجد والدها الدكتور محمد الكحلاوي في البساتين والدكتورة عبل الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948 وهي داعية إسلامية مصرية وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزر وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي والتحقت الدكتورة عبل الكحلاوي بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزر تنفيذا لرغبة والدها وتخصصت في الشريع الإسلامية حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن ثم على الدكتورة عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي منها كلية التربية للبنات في الرياضة وكلية البنات في جامعة الأزر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريع في كلية التربية في مكة المكرمة اتجهد الدكتورة عبل الكحلاوي إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى العام 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر ألحاء العالم وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الراحل محمد الكحلاوي في البساتين وركزت في محاضرتها على أبرز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية وأسست الدكتورة عبل الكحلاوي جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهيمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات بالإضافة إلى مجمع الباقيات الصالحات بالمقطم فلندعو لها بالرحمة وأن يجعلها الله في فسيح جناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر